تابع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد وترتبات الأعداد لاستضافة القاهرة للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبية الإفريقي جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي برئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لمتابعة جهود الهيئة في عدد من ملفات عملها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بسرعة التنصيق مع الجهات المعنية لتسريع خروج شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم تعاقد عليها من جانب الهيئة ووصلت بالفعل إلى الموانئ المصرية